استجابة لما طرحته الفعاليات الاقتصادية والتجارية الذين تشرفوا بلقاء سموه صباح اليوم من مطالب تتعلق بالاجراءات الخاصة بالاستثمار في المملكة فقد عقد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء اجتماع عمل تركز البحث خلاله على واقع الاستثمار في المملكة والتسهيلات التي يجب تقديمها لدعم توجه الحكومة في تعزيز المناخ الاستثماري وفي هذا الصدد أصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء توشيهاته لوزير الأشغال وشهون البلديات والتخطيط العمراني بتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في المركز البلدي الشامل بما يدعم قطاع الاستثمار الذي تعول عليه الحكومة في تنشيط الاقتصاد الوطني كما وجه سموه أن تحظى المشاريع الاستثمارية الكبرى بالأولوية والتسهيلات التي تتناسب مع حجمها وأثرها الإيجابي على المسيرة الاقتصادية كما وجه سموه إلى تعزيز التعاون في المشاريع الحكومية مع مكاتب الهندسة الوطنية ذات الخبرى والكفاءة حرصا من سموه على دعم الكفاءات الوطنية وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة المراجعة المستمرة للإجراءات الخاصة بالعملية الاستثمارية لضمان أن تكون متواكبة مع متطلبات المرحلة الاقتصادية واحتياجاتها ووجه سموه إلى تكثيف اللقاءات بين المسؤولين عن العملية الاستثمارية في الحكومة وبخاصة فيما يتعلق بالإجراءات والترخيص مع التجار ورجال الأعمال والوقوف على احتياجاتهم ومتطلباتهم ترجمة نانسي قنقر